السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله بعد حياكم الله وإخواتي في برنامج آية فائدة معنا اليوم الآية 87 من سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار وجزاء الكافرين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين طبعا هذه آية أخواتي واضحة نستفيد منها أن هذا الإنسان الذي كفر بالله سبحانه وتعالى وأشرك مع الله سبحانه وتعالى غير هذا يكون مضغوض ومطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى وكذلك منبوض من الناس وكذلك من الملائكة يعني هذا الإنسان لا تحب الملائكة واحد يكون يقول طيب شنو فائدة تحب الملائكة ولا تبغض الملائكة بالعكس هذا أمر مطلوب أخواني أخواتي إن الإنسان كذلك يحرص أن الملائكة تحبه واحد يقول شنو الملائكة تحب؟ نعم الملائكة تحب كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل طبعاً إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبداً هذا والله يكفي خلص لكن هذا يعني زيادة في الفضل أن الملائكة تحبه فيقول لجبريل يعطيه الأمر عليك أن تحب فلاناً فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء الملائكة إن الله يحب فلاناً فأحبه فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض سبحان الله هذا المؤمن الذي يوحد الله سبحانه وتعالى ويصلي ويزكي يحسن إلى الناس ويخلص في أعماله وكذلك لا يحمل أي حقد على أخوانه المسلمين فتكون العاقبة المحبة من الله سبحانه وتعالى طبعاً إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبداً لا شك أدخله الجنة هذا الإنسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى إذن يقول الله سبحانه وتعالى عن القسم الثاني هو الكفار أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله يعني هذا طبعاً من أشنع الأمور أن الإنسان يكون ملعوناً من الله سبحانه وتعالى واللعن هو الطرد من رحمة الله طبعاً إذا كان الإنسان مطروداً من رحمة الله يكون في صاخة الله الإنسان إذا طرد من رحمة الله يكون في نار جهنم والعياذ بالله لذلك قضية اللعن أخواني أخواتي قضية شديدة في الإسلام يعني ذلك ما يجوز أن الإنسان يلعن نفسه أو يلعن أولاده أو يلعن حتى أمواله لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة يعني يمشون في سفر أو كذا فكان فيه مرأة على ناقة أو عندها ناقة فلعنتها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا هذه الناقة يعني الملعونا يعني لهذه الدرجة خطورة لأن حتى ندابة الملعونا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحب أن تكون معهم هذه الناقة الملعونة فيحرص أن الإنسان ما يلعن المسلمين هذه من الأمور التي لا تجوز بل يعني أن العلماء أو من العلماء قال أنه لا يجوز لعن الكافر المعين حتى الإنسان كافر بالله سبحانه وتعالى يقول لك ما يجوز تلعن بعينه يعني تلعن هذا الإنسان باسمه هذا الأمر ما يجوز أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم إذن أخواني أخواتي قضية اللعن هذه قضية خطيرة فلا يجوز للإنسان المسلم أن يلعن من حوله حتى من يعني أقصد المسلمين زهوشته ولا الزوج ولا الأولاد أو حتى الدواب طيب لكن إذا قلنا على جهة العموم كما لعن الله سبحانه وتعالى لعن الله على الكافرين فهذه كما جاءت في القرآن وكذلك ننتبه على قضية اللعن يعني حتى لو كان مثلا الإنسان يقول والله أنا قام ألعن الكفار ألعن الفسقة طيب هذي وإن كانت تجوز لكن ينتبه الإنسان إن اللعان ما يكون شفيعا يوم القيامة سبحان الله الإنسان يعني الذي يكثر اللعن اللعان الإنسان الذي يكثر اللعن هذا سبحان الله يوم القيامة ما يكون من الذين يشفعون لأن يوم القيامة طبعا هذا يوم العظيم الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الفضيلة وهذه الميزة للمسلمين أو لبعض المسلمين أن يشفع يتوسط لكن لما تأتي القضية على إنسان كان في الدنيا يكثر اللعن هذا ما يدخل فيه الذين يشفعون لإخوانهم المسلمين فيحذر الإنسان من إكثار اللعن بل عليه أن يحرص هذا الدعاء لهم يعني لما جاء ملك الجبال إلى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ضربه أهل الطائف فقال هذا معي ملك الجبال ملك الجبال تأمره أن يطبق عليهم الأخشبين يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام لو أردت أن أهلك أهل الطائف الذين ضربوك الآن أهلكهم بين جبلين قال لا لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا فتشوفوا شلون النبي عليه الصلاة والسلام على صعوبة الموقف أنهم ضربوا وطردوه وأهانوه مع ذلك رحمهم النبي عليه الصلاة والسلام وتمنى لهم أن يؤمن منهم الأجيال القادمة إذن نحرص إخواني خواتي أن نكون يعني بعيدين عن اللعن الذي لا يكون في مكانه هذا الأمر طبعا ما يجوز إذن يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين سبحان الله أكونون مبغوضين من الناس ومن الملائكة ثم قال الله سبحانه وتعالى جزاؤهم نتيجة لهذا اللعن خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هذا الكافر يدخل في نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها وطبعا هذا فيه شنو التحذير من أن يشرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى طبعا لا يجوز لنا أن نعصي الله سواء بالصغائر أو الكبائر يعني يمكن بعض الناس شنو يقول يقول والله يا شيخ هذه صغيرة ولا كبيرة طيب فكأنه بلسان الحال يقول إذا كانت هذه من الصغائر راح فعلها إذا كانت من الكبائر أبتعد عنها لا يجب على المسلم أن يبتعد عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها لكن لا شك أن الكبير يعني يحذر الإنسان منه أشد العذر خاصة إذا كانت الشرك بالله لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قضية أن الإنسان يشرك بالله سبحانه وتعالى هذا الإنسان يحبط عمله طيب ويكون في الآخرة من الخاسرين أما دون الشرك من الذنوب فنقول هنا في احتمالية مؤكد أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الذنب إن شاء هذا المقصود به إذا ما تاب من هذا الذنب ثم قال الله سبحانه وتعالى على قضية التوبة إِنَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ فتشوفوا شلون لما ذكر الله سبحانه وتعالى قضية العذاب واللعنة والخلود في نار جهنم وعشرة نذكر بعدها أن باب التوبة مفتوح ولو كنت قد ارتكبت أكبر الكبائر فنقول للإنسان باب التوبة مفتوح تب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه هو الغفور الرحيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا جزاكم الله خيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته